بمسابقة نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة فاز المهندس محمد المطوع بجائزة الشارقة لرواد الأعمال لذوي الإعاقة إلى التفاصيل لكل مجتهد نصيب وخلف كل اجتهاد قصة نجاح كهذه القصة التي كتب سطورها محمد المطوع صاحب مشروع باريستا فيبس الحائز على جائزة الشارقة لرواد الأعمال لذوي الإعاقة تقديرا لنجاحه في إدارة مشروعه بإبداع وابتكار المهندس محمد المطوع الزرنة مشروعها الواقع بمدينة عجمان لنصلط الضوء على ما أهله للفوز بجائزة الشارقة لرواد الأعمال لذوي الإعاقة همة عزيمة كفاح كلمات تجسد قوة نجاح المهندس محمد المطوع في إدارة مشروعه الذي أسسه في بيئة محفزة على الإنتاج حيث وضع المطوع مفهوم العمل بروح الأسرة ركيزة بينه وبين العاملين في مشروعه لتنعكس بأجواء فريدة من بدين مشروعنا ومن أسس التعامل أو من الأسس اللي نحن اتخذناها في نهجنا الإداري اللي هو أن نحن نعامل الموظف كأنه واحد من العائلة كلهم عبارة عن عائلة صغيرة تشتغل ونقولهم يعني هذا العتبرة وهذا الشغل شغلكم أنتو بحيث أنه ينتج ويبدع بالإضافة إلى أن نعطيهم بعض الحوافز المادية إذا أدوا بطريقة جيدة في نهاية الشهر محمد المطوع نموذج مشرف لابن الإمارات نموذج نفخر به ونشد على يديه فهو اليوم قدوة للكثيرين للذين كسروا حجز الإعاقة الجسدية وبرهنوا أن لا حدود للنجاح وتميز